اشتركوا في القناة نقبل قياسا آخر قياس منصوص العلة نقبل هذا النوع من القياس ليش؟ لأنه يقينيا وليس ظنيا لأنه في الواقع أنت تتعبد بالشرع إنما تقيس على الشرع الشارع يأتي ويقول لك كل مسكر حرام كل مسكر لم يقل الشارع المخدرات حرام أنا أذكر كان هذا الكلام بالتسعينيات تقريبا أيام حكم طالبان لأفغانستان فسافر صحفي كويتي من جريدتنا أذكر سافر وقابل زعماء طالبان أفغانستان كما تعلمون ليس لديها تلك الموارد حركة طالبان من أين كانت تعيش من زراعة الحشيش هذا الهم صار خوش سجع من أين تعيش من زراعة الحشيش زين؟ الشكل كانت وتمول نفسه بالطريقة وتشتري أسلحة وتذبح بالعالم لم سوي قلق عالمي يعني فهذا اللي راح هذا هم الصحفي أيضا كان سلفيا كان سلفيا وسوى مقابلة كاملة مع مل عمر بلا صور طبعا يمكن ما كان لابس حجاب عندهم تصوير حرام تصوير حرام هذا موجود فسوى مقابلة كاملة فمن جملة أسئلته كيف تبيحون زراعة وترويج المخدرات الحشيش والهيروئين وغيره وإلى آخرين شلون تبيحون هذه الأمور فقال إي ما جاء لا في كتاب ولا سنة أنها حرام عندنا ما موجود جيب لي الآن نص حديث النبي يقول المخدرات حرام الحشيش حرام ماكو هذا منطق هذا مو منطق ليش لأنه الشارع قال لك كل مسكر حرام فإذن أنت هنا تقيس كل ما يؤدي إلى الإسكار سواء كان خمرا نبيذا أو حشيشا هذا يؤدي إلى حالة الإسكار فتقول أيضا هذا حرام هذا القياس ليس محرما ليش لأنه في الواقع تعبد بالنص أنت تتعبد بالنص الذي يقول كل مسكر حرام لأن العلة منصوصة فتقول هذه العلة إذ هي موجودة في ذلك الشيء نفس العلة موجودة تحقق الإسكار فإذن الحكم هو أن ذلك الشيء الآخر أيضا حرام وإن لم ينص الشارع على كون ذلك الآخر حراما صار واضح؟ إذن المرفوض هو القياس الذي منبعه الظن ونتيجته ظنية أما القياس الذي منبعه اليقين ونتيجته يقينية فذلك يمكن الاعتماد عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر